يبدو أيضا أن الاستخبارات الإسرائيلية أحمد تميز بين نوعين من الرد رد حزب الله ورد إيران كذلك وآخر التقارير تشير بأنها تتوقع رد خاص لحزب الله قبل الرد الإيراني لأي درجة مثل هذه التكاهنات يمكن لها أن تكون دقيقة وعلى ماذا تستند أيضا هذه التصريحات بداية هذه التكاهنات تتغير على مدار الساعة منذ أسبوع وإسرائيل تتوقع ردا لحزب الله خلال أيام الآن حدرت هذا الرد وتتوقع أن يكون الرد خلال فترة زمنية أقل بالتالي هذه التقديرات تتغير كذلك التقديرات التي كانت خلال الأيام الماضية هي تماما ما أشرت عليه وأن رد حزب الله سيكون في البداية وبعد ذلك سترد إيران على اغتيال إسماعيل هنية لكن هذه التقديرات يبدو أنها تغيرت خلال الساعة الأخيرة مع ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية أن رد حزب الله ورد إيران سيكون متزامنا كذلك كانت إسرائيل تروج إلى أن إيران قد تكون تراجعت خلال الأيام الأخيرة عن طبيعة الهجوم الذي ستشنه على إسرائيل عن حجم هذا الهجوم عن الأدوات المستخدمة الأسلحة عفوا المستخدمة في هذه العملية لكن إسرائيل الآن تعترف أن هذه التقديرات التي كانت تغيرت وأن إيران مصر على توجيه ضربة لإسرائيل ردا على اغتيال إسماعيل هنية في قلب مربع أمني في العاصمة تهران لأنه حتى بحسب تقديرات إسرائيلية لا تستطيع إيران تجاوز هذا الخرق الإسرائيلي الحساس لهذه المناطق خصوصا أن الرواية التي تصر عليها إسرائيل وكذلك التي كشفت عنها حركة حماس هي أن اغتيال إسماعيل هنية كان بصاروخ بمعنى أن الحديث هو عن عدوان إسرائيلي مباشر على الأراضي الإيرانية تقول إيران أنها سترد عليه فيما يتعلق بحزب الله طبعا هناك فرق في الاستعدارات اللوجستية للتصدي الإسرائيلي لأي عملية من حزب الله ولأي عملية من إيران لأن المسافة التي تقطعها أسلحة حزب الله صواريخ حزب الله أو مسيرات حزب الله في الوصول من الأراضي اللبنانية إلى شمالي فلسطين إلى حيفا إلى عكة وحتى إلى تل أبيب هي مسافة قصيرة جدا بضع دقائق وفي مناطق معينة أقل من دقيقة بالتالي على إسرائيل أن تبقى على أهبة الاستعداد في المناطق الحرودية في حيفا في غيرها من المدن التي فيها مصانع ومنشآت استراتيجية بينما أي رد من إيران سيستغرق ساعات طويلة كي يصل إلى تل أبيب نعم شكرا جزيلا لك أحمد دروشي مراسل العربي حدثنا من القدس